وكأن التدقيق الأمني هو العائق الوحيد أمام عودة نازحي العراق وضامني لعدم تعرضهم للخطف والاعتقال والذهاب إلى السجون السرية حتى يحتفى بقرار السوداني إلغاء التدقيق الأمني عن المهجرين كل هذا الاحتفاء لكن عندما تشخص أزمة المهجرين بشكل دقيق يتبين أن هذا القرار ليس إلا استثمارا سياسيا قام به من يدعون تمثيل مناطق النازحين لأغراض دعائية لا أكثر التدقيق الأمني يتعلق باختصاص القوات الحكومية الرسمية أما ما يتعلق بما تقوم به الميليشيات من أمور خارجة حتى عن القانون الحكومي المفترض فذلك بحث آخر ولعله يمثل الضرر الأكبر على النازحين فأكثر ما يثير مخاوف النازحين أنهم سيتعرضون للخطف والتغييب حال عادوا لمناطقهم دون ضمانات حقيقية وجادة في ظل استشراء ظاهرات الإفلات من العقاب ورغم أن هذا القرار يعد هامشيا بالنسبة لمشاكل النازحين الحقيقية إلا أنه لم يخل من انتقادات طالته بلهجة تحريضية من قبل بعض المسؤولين مثل النائبة عن سنجار فيان دخيل التي اعتبرت القرار كارثة كبيرة متهمة سكان المحافظات المنكوبة بالمشاركة بالإرهاب في دعوة تحريضية علنية عليهم كثير من المواطنين في هذه المناطق مشارك مع الإرهاب سوى داعش أو غيرها لكن الجانب المهم الذي لم يتطرق إليه السوداني هو معالجة تداعيات التدقيق الأمني الذي تسبب بها سابقا حيث حرم نحو مليون نازح من أوراقهم الثبوتية وفقا للمجلس النرويجي للشؤون اللاجئين وبالتالي حرمانهم من الطبابة والتعليم والتصرف بممتلكاتهم حيث باقوا على مدى سنوات طويلة بحكم فاقدي الجنسية وضاع مستقبل أبنائهم ولم يبق لديهم ما يرغبهم في العودة في ظل كل هذه النكبات